في كل عام ومع اقتراب موسم الانفلونزا يصارع الناس لأخذ لقاحات الانفلونزا ويعطائها لأطفالهم أملا في الوقاية من المرض لكن مؤخرا شاع بين الناس أن هذه اللقاحات قد تتسبب بنوبات صرع للأطفال الأمر الذي جعل بعض الأهالي يتجنبونها باحثون في النرويج قالوا مؤخرا أن القلق من أن يؤدي التطعين ضد الأوبئة إلى إصابة الأطفال بصرع ليس له ما يبرره على ما يبتو معي في الستوديو ضيفي أخصائي أمراض الأطفال دكتور سامر الجنيدي ليحدثنا أكثر عن موضوع لقاحات الانفلونزا وخاصة للأطفال دكتور سامر أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لألك صباح الخير شكرا لألك شكرا لألك بداية دكتور صحيح نحن صرنا يمكن بآخر موسم الانفلونزا لأن الشتاء بلش ليخلص ولكن على ما يبدو عالميا كان الأقوى بموسم هذا الشتاء منذ عقود بحسب مآلة الدراسات الأخيرة حتى لدرجة أنه وصلت الانفلونزا كانت قاتلة هي وردت في قائمة الأمم المتحدة كأخطر عشر أمراض تهدد حياة البشر بالنسبة للدراسات الأخيرة بهذا الموضوع التي تنفي علاقة الانفلونزا بها الصرع يعني ارتباط الانفلونزا بالصرع من وين إجا دكتور من وين نشأت هاي الفكرة ليش العالم بلشت الدولة كتير؟ الحقيقة لقاح الانفلونزا هو لقاح أصبح اليوم أمره تقريبا نصف قرن وطبعا منذ حوالي عشرين سنة صار منتشر تقريبا بكل أنحاء العالم والدراسات التي تتابع لقاح الانفلونزا تثبت بأنه هو لقاح فعال وجيد ويحمي إلى حد كتير كبير من مرض الانفلونزا هلأ بيجي أحيانا شخص يقول لك أنا أخدت اللقاح من هون مثلا دكتور اللقاح حاليا بما أنه صار تقريبا إجباري للأطفال نعرف أنه مثلا قبل لقاحات الانفلونزا في لقاحات معينة العالم يعطوها لأطفالهم من أجل أن يتجنبوا أمراض مزمنة ممكن تأثر على حياتهم ولكن لقاح الانفلونزا بالذات بما أنه الانفلونزا كتير شاعت فصاروا العالم يعطوها للأطفال منذ الصغر مثلها مثل اللقاح الجدري مثل اللقاحات الثانية طبعا نرجع نحكي عن موضوع ارتباط بالصرع دكتور يعني صحيح هي إلى أعراض جانبية أيضا أعراض الجانبية كتير خفيفة يعني عبارة عن احتمال ترتفع حرارة الاحتمال لكن احتمال بسيط أنا من الناس اللي أخذ اللقاح أنا وزوجتي وأولادي من 15 سنة ما في أي أعراض جانبية بعض الناس قد ترتفع الحرارة مصدرجة لدرجة لكن كل ما يزاع عن أنه لقاح غير أمن سواء ربطه بالصرع أو بالاختلاج أو في مرض بزمانه كمان حكوا عنه هو القلام بري هو عبارة عن مرض يصيب الإنسان بالشلل كله تبين بالدراسات بأنه هي ما لأي أساس من الصحة بيصدف واحد أحيانا بياخذ اللقاح بيقوم بيصير معه مشكلة بيقوم بيربط هالمشكلة هاي باللقاح صحي وهذا شيء غير بزبوط هلأ كثير الناس بقول لك أنا مثلا بدخن باكتين باليوم وما صار معي سرطان إذن الدخان لا يسبب سرطان صحي لا الدخان هو عامل خطر للسرطان اللقاح هو عامل وقاية مهم جدا من المرض اللي هو الإنفلونزا واللي هو بالمناسبة عند كثير الناس بيخربطوا بينه وبين الكومون كولد اللي هو القريب العادي البسيط القريب العادي البسيط هذا موء إنفلونزا هذا إله أسباب أخرى منه فيروس اسمه الرينوفيروس وهذا عبارة عن رجح بسيط وحرارة بسيطة وبس بينما الإنفلونزا هو المرض العنيف اللي بتتفع حرارة الشخص فيه أحيانا فوق 39 ممكن يسبب واحد ياخد أبدو مصر الليل على المستشفى يعمل له كذا تحليل يتأكدوا ما فيه سحايا بالأخير بيطلع معه إنفلونزا هذا الإنفلونزا وستمر الحرارة أيام وإله اختلاطات مهمة اختلاطات سواء بزاة الرئة أو التهاب الأزل الوسطى وقد تؤدي إلى الدخول إلى المشافي وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة طيب دكتور هل هناك أنواع معينة للقاح الإنفلونزا شو هي الأنواع المتوفرة منه اللقاح الإنفلونزا بشكل رئيسي نوعين النوع اللي بيجي هون للإمارات هو النوع الفيروس الميت يعني فيه نوع موجود في بعض البلدان هو النوع الفيروس الحي وهذاك إله بعض الاختلاطات وإله بعض المشاكل لكن الفيروس الميت اللي هو بنعطى حقن عضلي هذا أمين إلى حد كتير كتير كبير هلأ حتى الفيروس الميت صار فيه نوعين منه نوعين ونوع بيحمي ضد ثلاث سلالات من الإنفلونزا ونوع تاني بيحمي من أربع سلالات لكن النوعين جيدين ويمكن الأمور رح تمشي نحو السنة القادمة رح يكون اللقاح سلالات الأربع هو الطاغي في اللقاح طيب دكتور يعني فيه أوقات معينة لحتى المريض يعني ياخد اللقاح هل مثلا قبل موسم الإنفلونزا مع بداية الشتة أو الخريط؟ طبعا هو فيروس الإنفلونزا فيروس العين مثل الحربية يغير جلده كل سنة بذلك منظمة الصحة العالمية تلقط التغيرات اللي هم تصير بالفيروس وبتوجه المعامل اللقاحات في العالم بأنه تصنعه بحوالي شهر 8 بحيث أنه إذا الجسم قاوم تماما بحيث أنه بشهر 9 أو 10 يكون اللقاح جاهز عند الناس بتم فعال وتم عم نعطيها لشهر أيار شهر خامس وما بتختلف هاي الأوقات نسبة لمثلا يعني الصيف بيدخل بمعظم البلدان مثلا بوقت معين مثلا عندنا هون بدول الخليج بيدخل متأخر فصل الشتة بس ما بتختلف ما بتختلف لا بنفس المأمل طبعا لأنه هي يعني لازم الواحد تقريبا كل سنة ياخد لأنه طبعا لأنه بتغير الفيروس كل فترة وخصوصا هلأ عم تقوى كتير دكتور طيب هناك أعراض لنا جانبية للوقاح الإنفلونزا لكنها مو خطيرة أبدا حكينا عن هذا الموضوع ولكن الأطباء كتير عم ينصحوا بالوقاح لماذا برأيك هلأ أنه الفيروسات عم تتعدل أو ممكن نوصل لمرحلة مرحلة اللي بتسمم بعد المضادات الحيوية أنه الجسم ما عادي يقدر يقاوم يعني برأيك وضروري هلأ أنه بالعكس لأنه المضادات الحيوية صار في مقاومة إلك من كتير من الجراسيين صار كل الاتجاه هلأ يتجه نحو الوقاية والوقاح الإنفلونزا هو لقاح للوقاية فلذلك هو لقاح فعال بالمناسبة يعني في دراسة أجرية في 2017 بالولايات المتحدة الأمريكية درست الحالات بين 2010 و2014 ثبت بأنه نقصت حالات الوفيات إلى درجة 65% نتيجة لقاح المفلونز لقاح المفلونزا هو ليس لقاح فقط للأطفال أنا طبيب أطفال لكن هو أيضا لقاح لكبار السن لقاح للمرأة الحامل لقاح للمصابين ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والكلية فهدولة يكون مقاومتهم ضعيفة لذلك نحن ممكن الفيروس الإنفلونزا يكون خطير كثير على حياتهم لذلك نعطيهم اللقاح حفاظا على حياتهم دكتور هو أكثر خطورة بالنسبة للأطفال أو الكبار البالغين؟ والله هو خطر للجميع هو خطر بس الفئات فيه فئات هي أكثر خطورة هي الأطفال وهي المرضى اللي ذكرت لك ياهم القلب والسكري والكلية والكبد هدولة المصابين بأمراض مزمنة ممكن الفيروس يكون خطر على حياتهم دكتور سامر الجنادي أنا كتير بدي أتشكرك على مشاركتك معنا بهذا الموضوع يلي هو فعلا الشغل الشغل هلأ لكتيرين دكتور سامر الجنادي شكرا لك دكتور أطفال